نروح لتصريح تاني جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والقال الجماهير في كاس العالم مدهشة ودور المجموعات في 2022 هو الأقوى أشهد جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمرحلة دور المجموعات من كاس العالم قطر 2022 ووصفها بأن هي الأفضل على الإطلاق قال انفنتينو انه حضر كل المباريات وعايز يقول بكل بساطة وبكل وضوح هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات كاس العالم على الإطلاق أضاف كمان قدمت المباريات كرة قدم جيدة جدا داخل ملاعب من أروع ما يكون وكنا عارفين ده من قبل البطولة لكن علاوة على كده الجمهور كان مدهش وكان متوسط المتفرجين فيها مدرجات بيوصل ل51 ألف مشجع قال كمان رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا بلغت أعداد المتابعين أرقام قياسية وقد تخطى العدد الملياري مشاهد وهذا أمر عظيم ومليونين ونصف المليون بيملقوا شوارع الدوحة وبضع مئات الألاف اللي بتأتي لملاعب كل يوم ده طبعا بيكون بسبب اهتمامهم لتشجيع ومسندة منتخباتهم والأجواء الرائعة والأهداف المسجلة وطبعا هي بتصبح وصفها كأنها من ضرب الخيال الحماس لا ينصف إضافة إلى المفاجآت اللي بنشوفها في كل مباراة ووصل لم يعد هناك منتخبات صغيرة خالص كل المنتخبات مش هينفع تكون بتصنف منتخب كبير ومنتخب صغير مستوى اللعب متقارب جدا وبنشهد لأول مرة فيها التاريخ تأهل منتخبات من كافة قرات إلى مرحلة خروج المهزوم وهذا يعني أن كرة القدم في طريقها إلى أن تصير لعبة عالمية بكلمة حقيقية هي لعبة كرة القدم عالمية وزي ما كنت بتكلم يعني هي فيش بقى منتخب كبير ومنتخب صغير فيه منتخبات كبيرة وأنا بقولها حسنا لا هو فيه منتخب كبير ومنتخب صغير ولكن اللي بتعمله دلوقتي بعيدا عن التاريخ ساعدك فيه من تسجيل قيمة وصمعة لمنتخبك كاسم تقدر أن أنت كل جيل بقى بيعاصر أنه يبدأ يعمل المشوار ده أن بعد 30 سنة يتاخد طول الوقت عن منتخب المغرب أنه هو منتخب كبير لأنه عمل وعمل وعمل لأن الجيل ده بدأ أنه يكون بيعمل كده فهي فكرة أن أنت بس تكون كجيل حالي شايف أنه حتى لو التاريخ مش بينصفك أن أنت تبدأ أنت تكتب تاريخ لبلدك والمنتخب بلدك في صناعة كرة القدم بعد 10 سنين وبعد 15 سنة هتبقى أنت أنت اللي بدأت فكرة أنت تحط صمعة وتحط مكانة محددة لمنتخب بلدك حتى لو الماضي أو التاريخ مش مساعدك أنت اللي تبدأ تكتب التاريخ هي دي العقلية اللي إحنا محتاجينها تكون عند المنتخبات العربية ومن بعدها لو نتكلم على النطاق الأوسع المنتخبات الإفريقية وبرضو بشوف معها منتخبات قارة أسيا اللي برضو إحنا كقارتين متواجدين ولكن طول الوقت أي حاجة نتيجة إيجابية بنعملها بتبقى بمثابة مفاجأة التاريخ مش مساعدنا فلا يدينا شايفين منتخب كوريا الجنوبية حاول وحصلش نصير منتخب اليهبان مشرف جدا جدا منتخب السعادية معهم في قارة أسيا وقدر أنه يكون بيحقق هذه النتائج الإيجابية نتكلم عن قارة أفريقيا وإمكانياتها الكبيرة من النجوم النجوم اللي لما بدليب دور الإنجليزي بيقف وظلوا يتلقنوا أنهم مش عايزين يلعبوا كاس أمم أفريقيا مش عايزين يودوا لعبتهم يعني فدي قيمة الكورة في أفريقيا وفي أسيا وفي كل المنطقة العربية بعدد الكبير من النجوم اللي موجودين دلوقتي وقيمتهم وأعتقد بعد المنديال هنتشوف أكتر من لاعب من التألق من المنتخبات العربية اليوم حظوظ للتواجد في أندية حتى لو هم موجودين أورادي في أوروبا ولكن ممكن تكون بتتفتح لهم أبواب من داخل أندية أكبر وأهم فإن شاء الله يكونوا موافقين ويكون عندنا لعبين عرب بعددهم بيزيد يساعدونا ويشرفونا ويكونوا خير سفراء لكرة القدم العربية اشتركوا في القناة